سيد محمد مساء الخير أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بيك فان قولي الأول الفكرة في إيه يعني حضرتك بتقولي أنك بتوفر مشروعات كتير قوي لرعاية المرأة والتكلفة دي وصلنا لقيمة 330 مليون جنيه إيه هي الفرص وإيه هي المشروعات أهلا بداية كانت بتجديد من أستاذ الرئيس في 2017 بتجديد وتجديد برنامج خاص بي تمويل متناهج صغر للمرأة المعيلة تمام إحنا أطلقنا على البرنامج للمرأة المعيلة فقط ده بشكل عام يعني بشكل عام المرأة المعيلة هي المستهدفة ولكن طبعا أي بنت تتقدم من سن 21 وصولا لأي سيدة تنها 60 سنة تقدر أن هي تستفيد من برنامج مستورة إحنا يمكن العبارة بتاعة المرأة هي نظرة العدد كبير جدا من السيدات بتوعيب أسرها وتقدمت للبرنامج فالشق الأهم ويمكن أن احنا نوقف الست اللي بتوعيب أسرتها على رجليها علشان تقدر أن هي تلتزم بإحتياجاتها المعيشية الملقاعة لعملها يعني الأولوية للمرأة المعيلة مفيش شك مفيش شك لكن لكن لو أنا جوزي دخله بسيط ومحتاجة حسن دخلي فكمان مفيش مشكلة من مستورة ولا مستورة محددة بالمرأة المعيلة كل امرأة مصرية تقدر أن هي حتى اللي بتحصل على معاش دومانيا ومعاش تكافل وكرامة السيدة المستحقة اللي صار في النفقة من فروع بنك ناصر كل ما هو سيدة قادرة على العمل أو بنت قادرة على العمل من سن واحد وعشرين لستين سنة تقدر أن هي تتقدم وتبقى للبنك ناصر تقدر أن هي تحصل على قرض في شكل أدوات إنتاج من أربعة تلاف لعشرين ألف جديد إنا بنتكلم على أدوات إنتاج وليس مبالغ نقضية ده مهم جدا ده هو ده الأفضل ها تديني نقضي هيخلص طب وبعدين لكن الديني حاجة أعيش بيها ويكمل بيها عمري كله ده كلام في غاية الأمية والحاجات دي تتكتب يا جماعة سريعا بعد إذنكم طيب قول وده الحقيقة اللي نخلي البرنامج أن هو يكمل علشان إحنا بنتكلم فيه تمويل متنام صغر إحنا بنتكلم أن إحنا بدأنا البرنامج بنتين وخمسين مليون جنيه بالسندوق طحية مصر النهاردة وصلنا الحجم تمويل تلتمية وثلاثين مليون من خلال طبعا السيدات اللي بتستفيد من البرنامج وبالتالي بيعاد إكراد السيدات مرة تمام دي جزئية الجزئية التانية أن إحنا بنتكلم على حل مشاكل مجتمعية فضلت لوقت كبير جدا يعني بخضلة بدون حل زي فكرة أمغارمين السيدة اللي بتقترض أو بنتقدين نعم نعم بحتياباتها أو الأقرب نيات جاهز بالسهر صحيح علشان نكمل الفكرة من بعد مستورة فكرنا إزاي نجهز الفتيات المقبلات على الزواج ونرفع العاب ده من على عاطق الأسرة أو كمان ندعم البنت اللي موجودة في دار رعاية الفتيات في التور التابعة لتضربة التضامن بالنكر نعم علشان نشتغل من خلال مبادرة إتمهد مكان الفرحة نقدر أن إحنا لحد نتعدل خمسمائة فتاة وبنشتغل على أجهزين فتاة بتكريف من أستاذ الرئيس كل واحدة فيهم بتاخد سبع أجهزة كهربائية بالأضافة لأدوات العناية الشخصية وأدوات المطبخ ده أحياتها بشكل زيها زي أي بنت في المجتمع محتاجة من يديك جيد بتاخد الأجهزة الكهربائية دي تعمل بها إيه؟ بتتجاوز بتاخدها كده؟ تجهيزة عرايس تجهيزة عرايس مجاناً يعني مبروك عليها كده دي هدية سيادة الرئيس يعني مبروك عليها كده بمناسبة الزواج طبعاً بعد درجة الحالة وبتأكد أن هي تفتحك كل درجة من عشرة أي بذوي الهمم بها دخل درجة رعاية كلها درجات بتاخد درجة من عشرة بتعملوا بيان حالة الأول أستاذ محمد طبعاً يا فندم تعملوا بيان حالة لازم يكون الشخص مستحق خدمة صندوق لازم لازم صحية ممكن أطلب منك حاجة في الجزئية اللي قلتها دي تجهيز العرايس الجديدة ومساعدتهم بالأجهزة الكهربائية ممكن بس وإنتوا بتقولوا لهم دي هدية سيادة الرئيس مبروك عليكم يعني يبقى فيه معرفش مين مسؤول عن الجزئية دي عندكم في الصندوق يتكلم معاهم على فكرة الإنجاب وفكرة الضرر من الزيادة السكانية أصلاً أنا كمان بالعقل كده يعني لازم بالبلد كده حاجة اسمها أخلف على قدي أخلف على قدي زروفي هل موجود في الصندوق في الجزئية دي تحديداً حد بيكلم الناس موجود في الدولة موجود في الدولة الدولة على ديها برنامج قومي تحت اسم موادة لا أنا عارفة موادة أنا عارفة موادة احنا بشتغل مع موادة قبل ما بنسلم القيزات لا أنا فيه تأتيع في الصوت أيبا كده تأمام برنامج موادة هو مشروع قومي احنا بننصق مع مشروع موادة قبل ما نسلم الفرتيات الجهاز للعروسة تأمام يبقى فيه جلسات من خلال المتخصصين لبرنامج موادة بنعرف البنت بالجوالب النباتية والاجتماعية والثقافية والشرعية وكمان الصحية بالنسبة للزواج بنحلها للحياة الجديدة ومن ضمنها كمان فكرة الإنجلي ده مهم جدا وأنا بتمنى يحصل التركيز عليه دي في غاية الأمية نعم ده أكيد نعم 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 كل ما هو متعلق به الحفاظ على كيان الأسر المصرية إن احنا نكون مندمجين فيه وبننصق فيه مع كل أطراف الدولة اللي بتنصق هذا الجزء نعم إن أنا مش حالي مشكلة وعلى مشكلة غريمة بزفت ياريت نسبة في المكان أستاذ محمد عشان أسمعك بشكل أوضح هل كده بصوت مناسب؟ آه أرجوك أرجوك نسبة أثبت على كده لا أنا حرجع حرجع تاني لموضوع حرجع تاني لموضوع المشروعات متنعية الصغر والقروض اللي حضرتك قلتها من شوية أولا عايز أعرف الشروط بتبقى إيه للناس اللي بتاخد اللي ممكن تحصل على ده لأننا الحقيقة نفسي كل بيت مصري يبقى فيه مشروع متنعية الصغر وعايز أعرف كمان من حضرتك القرد فيديته قد إيه وبيتسدد إزاي دي بتبقى عناصر جاذبة للناس إنها تقبل على الخطوة دي فضل ما فيش فتح طبعا إحنا إحنا بنتكلم على كل مرأة بتقدر تاخد المعاشة اللماني أو معاشة كافل وقرامة أو مستحقة صرف النفقة من بنوك فرع ناصر من فروع بنك ناصر بنتكلم على كل مرأة تقدمت لمعاشة كافل وقرامة ولم تنطبق عليها الشروط نتكلم بشكل عام على كل سيدة أو فتاة من 21 إلى 60 سنة قادرة على العمل ولم تلاها ده حلوة في الشروط تمام بعد كده القرد ده بقرد بشكل دوار بسهر عائد سنوي ثابت قدره 7% بيحصل مرة واحدة مع بداية القرد بيحصل مرة واحدة يعني بتضاف قمته على قيمة القرد آه تمام حلوة إحنا بتتكلم ما بين 4000 ل2000 ألف جنيه بتسبدها السيدة فيه سيدات كتير بتتقدم مرة أخرى للحصول على القرد علشان توسع من مشروعها ودي جوز آه طبعا 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 إنها سكرة الموضوع مش لمرة واحدة لا بالعكس لا يهمنا إن إحنا السيدة اللي راجحت في المشروعها بتدي تتوسع طبعا وعندنا كمان سيدات بإنها تتوسع في سكرة التسويق إنها عندها منتج محترم جدا زي السيدات اللي تمتعن حرفة النول إنها تتدي تتوسع ويتسوق بنفسها علشان ما يكونش فيه وسيط يضحك عليها في موضوع التسويق تسويق السجاد بتاعها وكلام ده كله مش كل المشاريع هتبقى نفس الشكل بتاع السجاد يعني خلينا نقوم مش كل الناس بتقدر تعمل ده فيه الناس عندها قدرات تانية هل بقى بيبقى فيه مساعدة للتسويق ولا حضرتك بتديهم القرد كتحية مصر بتديهم القرد وبتديهم تبقى للشروط وبالتالي هي بتنطلق بقى مع نفسها والتسويق خلي بقى لحضرتك السندوم ينفذ البرنامج من خلال فروع بنك ناصر المقتشرة على مستوى الجمهورية نا بيبقى فيه جانب فني بيقدم ليه كل سيدة متقدمة قبل ما تدقى يعني لو هي جات قلتان عايزة افتح محل بقالة مثلا ناس فالبنك بيساعد كمان في فكرة ان المكان اللي انت فيه هينفع فيه بقالة ولا لا تمام علشان تقدر تكمل عشان تنجح وتقدر تشتغل وتنجح ايو كمان عندنا انشطة تجارية كثير جدا وانشطة منزلية احنا بنتكلم في كرة ونجوعة ايو ممكن يكون فيه تربية للمواشي او غيره ده بوضوع مهم جدا بالنسبة لتطويره وتنميته في الكرة والنجوعة نا كل دي بتبتدي ان المشورة الفنية بتقدم قبل ما فكرة ان انا استغل الفلوس مع السيدة المتقدمة هايل هايل يعني انا انا بشكر حضرك فيه اي اضافة هتحب تقول انا اسئلتي بالنسبة لي التوضحية احنا كالعادة من خلال بنوير حضرك احنا بكرا ان شاء الله هنبدأ نجهز 85 عروسة في اطيوت وفي صهاج وفي لقصر وفي مطروح الله خمسة 85 80 80 عروسة 80 عروسة جديدة بتضاف للقايمة الجديدة كل ما بدعوا السيد المشاهدين وكل المواطنين للتبرع لصندوق تحية مصر بتعمل بيه حاجات كتيرة قوي ايه وها تفتكر ان التبرع بتاعك ده ما بيتمش الاستفادة منه لا بيتم اولا انت بس بتستر وبتفرح ناس وبتشغلهم وبتخليهم يكملوا حياتهم بشكل جميل جدا جدا سواء من خلال صدقاتك او من خلال زكاتك ورمضان جاي واحنا في اعتقد في رمضان بتزيد التبرعات شوية او استاذ محمد ولا انا بيتهيق لي شهر الخير بيبقى فيه التفاعل اكبر بكتير الله من الايام العادية خاصة كمان من مصرين خارج مصر هاي اللي بيتواصلوا معنا دايما فان شاء الله احنا فيه مفاجآت كتير خلال شهر رمضان انا اعرف حضرتك ان شاء الله قبل ادعي ان شاء الله ان شاء الله بشكرك باتمنالك التوفيق